اختتم البابا فرانسيز زيارته إلى بورما وبنجلاديش يوم أمس متوجها إلى روما برفقة الصحفيين عن متن طائرته حيث كان له حديث تطرق فيه إلى محطات الزيارة وبصورة خاصة مخيمات الروهينغا في بنجلاديش وكشف الأبو الأقدس أنه خلال لقائه الروهينغا المهجرين في المخيمات اغرورقت عيناه بالدموع مرات عديدة وقد بكى أحيانا متأثرا بما شاهده في المخيمات من أوضاع صعبة وظروف معيشية سيئة وقال البابا أنه كان يعلم أنه سيلتقي الروهينغا خلال زيارته ولكن لم يتم تحديد المكان والزمان وحين توجه إلى بنجلاديش للقائهم تفاجأ بالحياة التي يحيونها في هذه الأمكنة ولفت إلى أنه طلب ممن التقاهم من الروهينغا السماحة والمغفرة نيابة عن كل من اضطهدوهم وقتلوهم وشردوهم وعن تجاهل العالم لقضيتهم والصمت الدولي حيال ما يجري لهم وتابع البابا فرانسيس أن ما قامت به بنجلاديش تجاه الروهينغا هو عمل جبار وهو مثال واضح عن حسن الاستقبال والضيافة وفي توضيح منه حول عدم استعمال كلمة روهينغا في الخطاب الرسمي أشار الأبو الأقدس إلى أنه لو أقدم عن استعمال هذه الكلمة لكان باب الحوار قد أغلق علما أن السلطات في بورما تعلم تماما إلى مكان يشير إليه وأوضح أن المهم بالنسبة إليه هو أن الرسالة قد وصلت وأضاف البابا فرانسيس أنه راض تماما عن لقاءاته التي عقدها في بورما كاشفا عن أنه عبر عن آرائه ومواقفه بشكل أكثر وضوحا وبحرية مطلقة خلال لقاءاته الخاصة مع المسؤولين عما عبر عنه في خطاباته العلانية